السلاح المنفلت في العراق واحد من أخطر مشكلات البلاد لما له من تأثيرات كبيرة على الأمن المجتمعي ومنذ عام 2005 رفعت الحكومات المتعاقبة شعار حصر السلاح بيد الدولة فيما لا يبدو أن هناك خطوات فعالة لتنفيذه على وقع تقديرات تحدثت عن أرقام متفاوتة بين 13 إلى 15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف تمثل السلاح المنفلت الذي تمتلكه الميليشيات مراقبون أكدوا أن أي حديث عن سحو السلاح من الشارع يستثني الميليشيات سيكون عبثيا وإضاءة جهد ومال مضيفين أن محاولة اعتبار السلاح المنفلت موجودة لدى العشائر أو المواطن فقط هدفه شرعانة سلاح الميليشيات المسلحة المسؤولة عن التفلت الأمني من عملية الاغتيال والخطف والنزاعات المسلحة وما حدث في ديالا خير دليل على الانفلات الأمني في البلاد فهذه المحافظة اكتوت بسلاح الميليشيات وشهدت خروقات في الآونة الأخيرة آخرها ما حصل في قرية الجيالة ضمن قضاء الخالص من مدزرة راح ضحيتها 12 مدنيا بين قتيل وجريح بينهم نساء خبراء وأمنيون أكدوا أن العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يمر بأزمات سياسية أدت إلى انهيار أمني مزمن لم تستطع الحكومات المتعاقبة السيطرة عليه بفعل تغول الأحزاب والميليشيات في مؤسسات الدولة وسيطرتها على الحكومات آخرها حكومة السوداني التي شكلها الإطار التنسيق بأحزابه وميليشياته الولائية التابعة لإيران وتشدد العديد من الأوساط السياسية والشعبية على أن عودة الاستقرار لمناطق ديالة لن يتحقق دون انسحاب الميليشيات المسلحة منها وإيقاف جميع انشطتها الاقتصادية مضحين أن الميليشيات التعمل من خلال وجودها العسكري في تلك المناطق على فرض الهيمنة والنفوذ وتحقيق المكاسب السياسية بالقوة والإكرار وتحقيق المكاسب الاقتصادية عبر تمويل نفسها بالأتوات والهيمنة على الثروات والمشاريع الكبيرة ترجمة نانسي قنقر